اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 20 غارة روسية من ليلة أمس حتى هذه اللحظة أكثر من 30 شهيد عشرات الجرحى من المدنيين حالة خلعة كبيرة في صفوف المدنيين بمدينة إدلب حالة نزوح كبيرة أيضاً في صفوف المدنيين من مدينة إدلب غارات تستهدف فقط مساكن المدنيين كما نشاهد الآن هي لحظات الأولى الاستداف الضيران الروسي لهذه المنطقة هناك جرحى كما يخبرنا ذلك الدفاع المدني الآن وصلنا إلى مكان الغارة كما نشاهد حالة رعب في صفوف المدنيين إذن كما شاهدنا الاستداف المباشر في مساكن المدنيين فرقة الدفاع المدني والإصعاف لا تكتتهدأ من إصعاف الجرحى في مدينة إدلب حالة خلعة كبيرة في صفوف المدنيين كما نشاهد جرحى أكثر من أربعة جرحى في هذه المنطقة بعد وصول الدفاع المدني إلى هذه النقطة وفرق الإصعاف في مدينة إدلب استداف أخر الآن في مدينة إدلب هذه الغارة العاشرة منذ صباح هذا اليوم على مدينة إدlerweile إتيبوا واحدا معاوا بزاود الولاد ضوويله 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 بالكاميرا تعب تعب وانا ملاقينا هون يا شيخ على الغبرة ما عم يضوي وين ولدين؟ في ولدين عنول في ولدين؟ طيب وانا يا حجي هانا ضويني هون يا حجي ما في الطاوح جوا 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 في عشرين سبعة 2016 قام نظام الأسد وأعوانه بشن عدة غارات على مدينة إدلب على الأحياء السكنية والقطاعات الخدمية أكثر من خمسة عشر غارة أدت إلى عشرات الجرحة وخروج مشفى الوطني عن الخدمة وهنا نحن في المكان اللي نحن فيه هي الغارة على المشفى الوطني وما زال القصف مستمر على مدينة إدلب وفرق البحث والأنقاذ من الدفاع المدني تقوم بعملية إخلاء وأسعاف الجرحة وانتشار العاليقين من تحت الأنقاض طيب انتو كدفاع مدني عم تلحقوا تشيلوا الجرحة من تحت الأنقاض عم تلحقوا تتوصلوا لنقطة ضربة باللحظات الأولى لانتشار الجرحة؟ الحمد لله يعني استنفار كامل 24 ساعة حاليا 35 شاب موجود بمحافظة إدلب مخدم بسيارتين إسعاف وسيارتين بحث ونقاذ بالإضافة لسيارة أطفاء وتركس موجود لتدخل في حال حدوث أي ضربة أو حانس الحمد لله تغطي أكثر من 90% بالمحافظة عشرات شهداء وعشرات الجرحة موجودين الآن آخر غارة كانت هي هنا على المشفى الوطني ترجمة نانسي قنقر شكرا